دلوقتي ايه؟ اعمل ايه عشان احافظ على شعري ان هو امنع التساقب بطيانه؟ هو مبدئين بيبقى اول حاجة بيبقى بيبقى عامل نفسي بيتوقف على عامل نفسي الشعر تمام وتانية حاجة بيبقى مثلا ايه اللي هو الغسيل ازاي نقسل شعرينة مثلا على مدار مثلا ايه الأسبوع في عامل فصول الشتاء والصيف تمام بالنسبة للصيف مثلا لازم ان يقسلوا مثلا مردين في الأسبوع اللي هو بس الشامبو مثلا معين مثلا بيبقى ما بيضورش الشعر ما بيضورش مردينة مردينة جونسون مثلا تايمين وبعد كده بنعمل حمام الكريم او حمام الزب بتاعنا في فصل الشتاء بنقسلوا مره واحدة بس في الأسبوع طيب الطريقة اللي انا بخسل بيها شعري هل مثلا بحط الشامبو على شعري كله وارغيه كله ولا بحطه من فوق بس واعمله بطريقة انسيابية لأ هو مفوض من فوق بس بنعمل زي رساج نعمل زي رساج خفيف قوي كده وبعد كده بنشتفه وبعد كده نعمل حمام الكريم بتاعنا ونجيب مثلا فرشة او مشت وهو حمام الكريم فيه نسلقه من تحت الفوق يعني انا طريقة الاستعمال بالأمام الصغير من نسلق الفرشة كده الشعر هو ما نصرحش كده وحتى من ريخ حمام الكريم نبدأ من تحت الفوق هتلاقي الشعر بقى سهل معنا وسلس وتسلق الأدو